ارجعنا لكم بعد الفاصل وعلوان فقراتنا الفيوم بلدي ومدام جبنا سيرة الفيوم يبقى اكيد النهاردة معايا ضيف غالي عليها جدا شخصيا انا تمام؟ معانا قيمة وقامة في عالم السياسة عالم من اعلام الفيوم معانا ومعاكم سيادة اللواء اشرف عزيز برحب بحضريكا سيادتك اهلا استاذة حبيب منورني بسيطا في البداية احنا عايزين ان تطمن شعب الفيوم على حضرتك وجهت لشعب الفيوم كلمة وطمنهم على صحة سيادتك نفسيا وقدمت اوراق اللجنة الانتخابات مبارح اه محكمة الفيوم الابتدائية تمام اه حصلت على رمز الفيل وهنخد السدق ان شاء الله بالتوفيق يا فانت ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله طيب ان شاء الله نبتدي اه يعني الاسئلة طبعا اكيد هيكون عن مارسن الانتخابات اكيد فعايزين نعرف اخر الانتخابات ايه مع حضرتك بالتفصيل كبه يعني الحقيقة اه العشرة يام اللي فاته كان فيه زخم كبير قوي في الفيوم اه ليه ارشف عزيز ما ينزلش اه ما يجيش اسمه ضمن اه الايمة يعني تمام اه الحقيقة اه عايز اقول انا ما كنتش اه ناوي بصفة عامة يعني ده كان اتجاهي وفي البيت وفي العيلة اه انا انا كنت مكتفي بالبلفصل التشريع اللي احنا فيه ليه ما عرفش يعني انا كنت حاس ان انا لحد كبير نجحت والشارع راضي الحمد لله عن اشرف كنت حابب اسيب ذكرى طيبة والحمد لله على كده تمام انما عدم موجود اسمه اشرف في الايمة عمل زي زخم في الشارع وتساؤلات طب احنا عايزين الشخص ده ينزل يكمل معنا حتى لو فاردي ده حقيق الحمد لله فبأمانة شديدة انا ما كنتش ناوي بس يعني حب الناس ودعمهم صراحة كان ليه اثر يعني تغيير قراري بصفة كاملة تمام وكررت ورزقنا على ربنا ودعم الناس ومحبتهم بازن الله طبعا انا عايزة الله حضرك وجود حضرك في الانتخابات كان مطلب شعبي من قاني الفايوم انا متابعة السوشال ميديا ومواقع الفايوم كلها يعني تأييد غير عادي ما شاء الله يعني انسك الخشب طيب انا مستير ربنا يا خديجة واستاذة خديجة دايما يعني الواحد ما بيقدرش يقايم نفسه بنفسه قدم الناس بحاول يسمع ردود افعال الشارع والناس حواليه وخصوصا الماشي اللي فيها مغلطات او منظرة او الكلام الاغر واحد بيحاول يفلتر الكلام عشان يعرف رأي الناس فيه مضبوط فلما استشفيت ان الرأي مناسب ان انا اخذ السباق خدت قرار ولا راجعة فيه ان شاء الله وكانت كلام كتير نازل مش نازل لا نزلته الحمد لله ان شاء الله ربنا يعمل لنا بالتوفيق طبعا يا خدم انا عايز اقول له حضرتك فعلا انا كنت متابعة الاخبار فشوية سيادة اللي هو هينزل شوية سيادة اللي هو مش هينزل انا مش تابعة دائرة حضرتك بس انا كنت ابقى في الصفوف الامامية اللي هتدم حضرتك عم تغربة شخصية قد ترخير بجد فعلا قد ترخير طيب هالمجلس النواب قام بدوره لازي كان يأمله الشعب المصري؟ الحالي الحالي بص السؤال صعب والاجابة تزعى تزعى الناس رأي الشارع في الصفوف عامة المجلس ما ارضه هونش ده معنى ايه فعلا؟ خلينا نقول احنا في بعض ثورتين و 30-40 سنة مصر ماشية في اتجاه احنا بنغير الاتجاه التاني خلص بوصلة الساعة بتتغير تماما اتجاهات يا رأي تجاه واحد اصلا باتجاهات تتجيرة جدا واجب على البولة المصريية ان هي تعمل سطوب وبنتودي في اتجاه الجديد اه وتجاهات زي ما سيادتك بتقولي العبء الكامل كان على تشريعات وده اعتلات تشريعية وهيقوم بيها مين غير مجلس النواد ده حقيقة اه فقدنا جزء كبير جدا من تعطف الشارع وتأييده اه انما معلش اه اه في حاجات كتيرة جدا جات على المواطن وخصوصا للغلبان بنعترف بنعترف هو نفع ضريبة حاجة كتير الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية انا بقى كرة وبعترف انها غير كافية بالمرة حتى هذه اللحظة انها تحمي الطبقة الفقيرة والاشد فقر انما على يقين ان الدولة بتسعى جاهدا ان شاء الله التعدل يعني احنا يعني يوم عن يوم المصار بيتعدل بالطريقة افضل ان شاء الله نتمنى يا فندم والله ايسا اقول له حضرتك لو كل النواب بيشتغلوا زي حضرتك يعني بينزلوا الشارع مش واخدينها ده حقيقة على فكرة مش مجاملة مش واخدينها بريستيج او وجهة اجتماعية او منصب ماء او مصلحة شخصية او او يعني لو كل الناس هتشتغل زي النائب اشرف عزيز فعلا فعلا احنا كنا نهضنا بالبلد ان شاء الله هنبقى احسن من كده كتير طيب عايزين نعرف من اهم انجازات سيادتك في الدورة اللي فاتب انا مش مرتب لاجابة بتصدقيني للحاجة زي كده انما في حاجات قريبة من قلبي قوي يعني الانجازات كتير انا كنت استاذة خديجة انا كنت حريص معظم فترة الخمس سنين ان لازم بصفة يومية 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 يعني يومية والكلام ده يزعل مني ولاد البندر ولاد دايريتي الاساسية معظم شغلي كان في اطراف يتحملونا يتحملونا يعني ارجو يستوعبوا كلامي ان معظم شغلي كان في اطراف الفيوم الكرة يعني لا ما كنتش ببص مين هيديني صوته انا مش مش فرقة معايا قد ما ببقى الواحد بيشعر بسعادة ان الناس دي بتلاقي خدمة كانوا محرومين منها لسنين طويلة اه فشغلي كتير اوي 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 انما خلين اقولك انا سعيد بشغلي اوي في مستعمرة الجزام في ابو زعبل ودي خارج محافظتي تماما يعني حتى مش على اطراف الفيوم ده مش الدايرة بس ده محافظة كبيره خالص انما ما كنتش ببص ان انا هاخد صوت دي ناس غلاء بقاعدين بالتلاتين واربعين سنة في مستشفى مبيخرجوش منها ملوش صوت انتخابي اصلي انما كانوا اولى بالرعاية وعملنا شغل الحمدلله كويس اوي معاهم ومعايا اولاد الابناء الفيوم اللي كلهم خير ويا ما وصلوا دعم مادي ومعناوي ليهم وابناء الفيوم بيشهادوا لحضرتك ونواب الفيوم نفسهم بيشهادوا لحضرتك الحمدلله فضل من ربنا طبعا لينا شغل كتير في مكتب التصديقات بقى الاربع سنين بشتغل انه يوعات افتتاحه وان شاء الله قريب اوي هفرح الفيوم سواء كنت جوه المجلس ولا برا لا ان شاء الله جوه يا فندم اللي يجيبوا ربنا كل قويس انما ان شاء الله قريب اوي هنفرحكم بعدد افتتاح مكتب تصديقات الفيوم اللي هيغدب الاربع مليون بتوع الفيوم يا رب يا فندم الله انا عارف المعدد مع حضرتك عنده صور فخلي موضوع الانجازات ده انا مش مهتم بيه انا مساعة ما يرد الصور هننتكلم على شوية حاجات طيب نخليها في الاخر الصور عشان عايزين نسأل قدت اسئلة كده طبعا عايزين نقول له حضرتك تتوقع هتكونش في مفاجآت في اليام الجاية في الانتخابات حضرتك لو هتعتبر نجاح اشرف مفاجآ نقول ممكن يبقى لا مش مفاجآ ده مطلب جماهيري ده مطلب بس احنا انا مش بحب لفظ معركة انما هنسميه مرة زي ما حضرتك قلته سباق المنافسين ما بقللش ابدا من قدرتهم الامتخابات محتاجة مصاريف ومحتاجة دعم مالي كبير هم ربنا يوسع عليهم كلهم روس اموال كبيرة بس هي مش بيزنس والله يا سيادة النائب هي مش بيزنس وده انا عايز اقول للناخب الفيومي يا فندم خد ما شئت من اموال سياسية املى جيوبك صوت خش ورا السطارة في اللجنة الانتخابية حط صوتك بما يرضي ربنا ليه بقى انت هتوقع باللفظ البلدي هيقعد في ارابيزك النائب ده خمس سنين مش هيغدامك بحاجة ممكن متشوفش وش وممكن ميردش على تليفونك عشان مية جنيه ولا خمسين جنيه ولا حتى خمسمية جنيه الصوت بيوصل خمسمية جنيه في اخر ساعات في التصويت يعني عم بخد الفلوس واصرفها في الخير بس اختار صح ما بقولكش اختارني شوف المرشحين عندك واسأل وركز واختار صح على فكرة فاندم عايز اقولك شعب الفيوم هي جدا برضا يعني انا واسقة بنسبة 99 وتسعة من عرشة في المية ان هما يعملوا كده يعني ايا كان لا داعي لذكر اسماء يعني ناخبين معينين او احزاب معينة بس فعلا هما ممكن يعملوا كده ياخدوا الفلوس اللي هي بتتفرق واللي كلنا عارفين مصادرها وانا عايزهم بس يعتبروا ان الفلوس دي انا اللي جابها لهم لان نزول اشرف وهو مسخن مسخن الدايرة اه اه فما كانش هتتصرف جيره الفضل لو اوصول لحضرتك فيبقى يشكروني برضا طيب احنا معنا مريم مريم منين مريم منين ازايك حبيبتي ازايك حبيبتي يعني انا بس فر حضرتك على الحاجات الجميلة انا عارف الاجهالة وعلى فان بريس الكويت انا متشكل عليك يا حبيبتي دي تقريبا اصغر معجبة بي منين يا مريم منين يا مريم لان كان حد اخري الصور تقريبا اتقل لك في الموبايل فكان مغير الصور اه لأ دي كبيرة شكرا اتصالك يا مريم طيب برضو خلينا نكمل ونقول هلو حق البرلمان القادم تمسينا حقية للشعب تحت قبة البرلمان؟ يا فاندم؟ يعني البرلمان اللي احنا فيه ده اي يا فاندم؟ على الوضع اللي احنا شايفينه اللي جاي؟ اه اه ده هيحقق فعلا للشعب المصري سؤالك مصلحة؟ غاية في الاهمية انا معلش اه الكلام ده انا مسؤول عنه اه اه حزين قوي ان يبقى برلمان مصر بالمزاد العلني والله هو انا يا فاندم اه اه عمر مصر ما تستاهل منا كده واللي يزعل يزعل اللي يزعل يزعل مصر عمرها ما تستاهل ان احنا اللي يدفع يدخلي واللي يدفع اكبر يطلع اللي قابليه ويدخلي يقعد عالكرسي مش هي ده مصر ومش هي ده مصر بعد الثورتين كلام كبير قوي يا فاتف كبير صغير هو ده اللي في قلبي وبقوله ورزقي على الله اتفضل يا فاندم طبعا من الحق اه اللي بيشتري كرسي بفلوسه وعمره ما يخاف علي وعمره ما يخاف على دايرتي ولا هيخدم البلد اه احنا محتاجين ممكن جدا على فكرة يبقى يبقى حد من من النوعية اللي انا بتكلم عليها اه في الاصل طيب جدا وخلوق ومحترم احنا بنتكلم علي برلمان مصر برلمان مصر يعني تشريع قدام العالم كله يعني تشريع قوانين في غاية ده الحرف في القانون في الكلمة في القانون يغير محسوبة مجرى حياة دولة اه عايزين كفاءات عايزين عايزين سلطة رقابية على الدولة مزبوط على المؤسسات على الحكومة العملية ما تمشيش بالطريقة دي احنا محتاجين اتمنى يبقى توقعي في غير محله والله العظيم اتمنى اه ان كل واحد وصل او هيوصل لمكانه بمال سياسي او بغير مال سياسي يرعي ربنا ويعرف ان المسئولية جد جسيمة اه امر ما يلا مش مهم عايزين نقول والله هو الشعب طيب جدا يعني ونفسه حد يمثله بجد ووصل صوته مش مجرد مكانة زي ما قلت لحضرتك او واجهة اجتماعية او الله اعلم هي لهم اسبابهم طبعا الخاصة بس ايا كان يعني ياريت هما نفسهم يحكموا ضميرهم والناس كمان تحكم ضميرها يعني تشوف مين اللي ممكن يكون فعلا جايدير بالمكانة دي وادله صوته الموضوع في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة وعمر مكان كرسي البرلمان لمنصب ولا جاه عملية في قاسية جدا على صاحبه لا ده مع سيادة اللي هو اشرف عزيز مش مع الناس كلها انا بتكلم على ما يجب ان يكون او ما يجب ان يكون ده لكن مش مع الناس كلها مش كل النواب هيبصوا زي حضراتك يا رب يوعد مصر النواب محترمين قد مسؤوليتها نتمنى على الله طبعا جميع الشعب الفئيون بيشهد بأعمال سيادة اللي هو ترى حضرتك راضي عنها الدورة اللي هكتاتت كل اللي حضراتك عامله ده ومش راضي عنها اطلاقا طب ليه يا فانت اه اقول لحضراتك على حاجة انا قلت لحضراتك انا كل يوم كان لازم بقى فيه قبل ما نام لازم انشور حاجة بالمستند اتعاملت تأكدي الحاجة اللي اتعاملت دي جنبها 15 فشلت فيهم بس حضرك حاولت في ناس ما بتحاولش اصلا انا بتكلم بيني والنفس بس انا برضو بتكلم على حضرتك وياني انا بوزن الامور ما بين حضرتك وما بين نائب تاني انا بتكلم عن ايه يا استاذة خديجة عوامل الفشل اكبر بكتير جدا من عوامل النجاح بحيل ولا حصرة لها معندة مسؤول تسويف في تلبية مطالب شعب حاجات كتير جدا وفي حاجات بتبقى غزب عنك اكبر من الناب ده ما هوش ماش سوبرمان يعني فلا انا في حاجات كتير جدا امنية حياتي تتحقق ومعرفتش عاملها يعني فلا الاخفاقات اكبر بكتير من النجاح بودع حقيقي يعني ربنا اقومي يا فندم والله وتحقق كل خير للفاي والمصر كلها بصراحة يا رب طيب عايزنا عرب اننا حضرتك الانتخابي ما عنديش برامك سايبها كده على ربنا انا جربت تجربتي اللي فاتت طب انا اقوم مرة قابل كده يعني الشو الاعلاني بقى وانا هعمل وما بيعملوش حاجة على فكرة يا فندم ما ينفعش استاذة خديجة ما ينفعش بصي ولكل مقام المقال انا نائب وفي حكومة لها برنامج حطت البرنامج خلاص انا مين عشان اغير برنامج حكومة انا وفقت عليه في الموازنة العامة للدولة برافو عليك يا فندم والله وفقت عليه هاجة اقول هعمل طب الحكومة اللي قالت هعمل وانا وفقت انا هعمل ايه هاجة اقول مش هعمل طب الحكومة هتعمل وانا هواف والبرنامج موجود اه ده حيئة فلا انا يعني انا بشتغل يوم بيومي القضية اللي بتطلع قدامي في لحزة معايا فريق عمل ربنا يخليهم كلهم شباب الحمدل وسيدات اه ما حاجة سيدات اه والله يعني طيب يا ريت يا قصد احمد تكون حضرت الصور عشان عايزين نعرضها على سيادة اللي هو ويعلق لنا عليها اتفضل جاهزة جاهزة يا قصد احمد اه الصورة دي يا فندم فين هلبس النظر اتفضل الصورة دي على البحيرة الاولى فوضي الريان اه انا مهتم بالسرعة السمكية وتلمية المغزول السمكية في المسطحات المائية بالفيوم تمام اليوم ده كنا جبنا زريعة من كفر الشيخ اه اه ومعايا دكتورة نسرين عز الدين فريق الصراحة يعني خاص بيا مجموعة علمية دكتورة نسرين معروفة طبعا ويمكن عملت تسجيل مع حضرتك مش فاكر لا مع واحدة صاحبتي اه وكنا رحنا جبنا زريعة سمك اسمه طبارة وكنا بنعمل حاجة اسمها هنا اسمها الاقلمة والانزال بنأهل الزريعة دي بتاقي بنتي يوم مثلا بنأقلمها نتغير نوع المياة اللي هي جاية منه في البحر المتوسط للمياة بتاعة البحيرة العادية بنعمل حاجة اسمها اتش بي كده بنزبطها توازن في المياة توازن عشان تنزل ما يحصل لها الشوك وما تموتش تمام ونزلناها في البحيرة الاولى الصورة دي فندم الصورة دي في نفس اليوم مع الصيادين بتوع ودي الريان اعطاك تديك دكتورة نسرين والدكتورة نسرين مشرفانة في الصورة طبعا وعليميني المهندس ايمن رئيس منطقة سروس ومكايب الفيون ودول مجموعة الصيادين وكنا بنتكلم في مشاكلهم ومشاكل كتير برضو مشاكل برضو يعني احنا رحين نقام المصلحة تانية خالص هي كلها مشاكل ده هو ده سيادة اللي هو عشان لازم نقتحمها والحمد لله حقانو نتاج مرضية جدا والله ربنا يحبط فيك كل الناس يا سيادة اللي هو بجد طيب صورة دي هتفهم دي؟ صورة دي عزيزة عليها جدا وكانت جاي بمخض الصدفة كنت بمر في واخد العربية والسهوق هايمانين كده يعني فكرني مرور الحارس فلقيت وبيفتح لي الباب دخلت عملت فيها رجعت لايوم الشرطة عملت فيها جاي مرور وفتاعة يفتح يا ابنين فيها لقيت المجمع في مجموعة الاطفال دول وما كانش فيه من ساعة الربنا وما كانش فيه جرمش في واحد في المكان دول اطفال زي مؤسسة احداث يعني ودخلت وفتح لي الباب ودخلت لقيتهم في العنبر فوق بيقضوا مدة عقوبة يعني تانين عادت تكلمت معهم هو في فيديو بس عشان وقت البرنامج ما يسمحش يعني وقافين حافيين كلهم وكان وقت داخل على شتا تشوفوا وش الولاد البقع السفرة للسوق التغذية الحقيقة يعني ابكوني ابكوني من التردي للحالة المعاشية دولولدنا اللي احنا محتضنينهم عشان نطلعهم احسن حاجة ولا بيتعلموا ولا ولا الرعاية الصحية الحمد لله نجحنا المجمع ده تقفل في خلال اسبوع والحاجة والنهاردة ان شاء الله بيتعاد تأهيله طيب معنا سورة تانية سيادة اللوة نعلم عليك مهمة جدا انا كنت دي في القاعة الملحقة بمكتب سات المحافظ اه بناء على طلب يكون عملنا اجتماع حضروا مجموعة وقالة وزراء من وقالة وزارات اه ان شاء الله انا بخدم في اللقطة دي الف ماتين وخمسين اسر م شاء الله م شاء الله م شاء الله العنوان السريع تثبيت شباب متعقدين في بعقود مؤقتة فان شاء الله ننجح في تثبيتهم ان شاء الله م شاء الله يا فندم ربنا يجعله في مزان حسنتك الصورة دي يا فندم سريعا كده الصورة دي كان سنة تسعة تسعين الفين واحد كنت في مأمورية مع نظامة الأمم المتحدة شكرا حضركم تغير على فكرة صورة لا حضركم طول عمرك يعني شاب كنا في قليم كوسوفو كنت بشغل وظيفة نائب مأمور سيبن متروبيتشا كنا بنمثل مصرف مأمورية حفظ السلام مأمورية دولية طيب الصورة تانية كنا بنستلم الزريعة من السحل الشمالي مأمورية تانية في كيلو واحد وعشرين السحل الشمالي اسكندرية تمام مع فضيلة الإمام الأكبر كانت في الأزهر؟ في مكتب فضلته في الأزهر مشياخة ومكانت زيارة نكحة جدا ليفتتاح فصول الفتيات إعدادي وسنوي في الفيوم طب إيه الحكاية؟ دي فندم نفايات طبية خطرة أنا بقيت متخصص النفايات في الفيوم شوفت حضرتك والله كتير كتير لدرجة أن أي حد بيلاقي أي حاجة في الشارع عشان حضراك اللي بتهتم والحقيقة أنا مهتم بالملفي ده جدا وعملنا فيه شغل كويس قوي الحمد لله ربنا يوفقك يا فندم طيب الصورة ديت نستعمرت الجزام أحد المرضى ربنا يشفيهم ويعفيهم يا رب يا رب اللهم معنا حاجة آه نفس الصورة نفس المكان؟ نفس المكان ندع عم إبراهيم وكان بيحكيلي إن هو محتاج مبلغ آآ عشان يشيل عينيه ربنا يشفي يا رب طيب صغير يا جماعة الصورة دي يا فندم آآ نفس الصورة دي كانت سنة ألفين آآ في كوسوفو آآ مؤمرة حفظ السلام طيب آآ خلاص إحنا خلصنا الصور بقى آآ عشان وقت البرنامج فحرك تقول إيه لشعب الفيوم؟ حاجة أخيرة بقى هقول لهم آآ احنا دخلين على مرحلة مهمة في حياة آآ بصفة عامة الحياة المحافظة النائب لما منختار نائب براعي ربنا فينا آآ الدايرة كلها بتستفيد صح آآ اختار صح لو فيه مال سياسي أنا بقول ما ترفضوش خدو إنما ده ما يغيرش عقدتك اختار صح اسأل من النهاردة لحد 24 أكتوبر و 25 أكتوبر الشهر الجاي اختار صح ما تستعجلش انت بتدخل لجنة مفيش شايفة جربنا وورا السطارة آآ ان شاء الله هنشر شوات فيديوهات تصقفية وتوعوية ازاي ازاي تصوت ازاي يعني ما تشيلوش هم هتعرفوا كل حاجة قبل معنا انا وثقف شعب الفيوم و زي ما اختار سيادتي اللي هو اختاره صح اكتو هيختار المرة دي صح احنا بشكرك يا فاندين شكرا جزيلا نورتيني وشكرا انا شاكر افضل حضرتك وشاكر الكروب تعلق برنامجك وان شاء الله بالتوفيق والنجاح يا رب للجميع يا رب ان شاء الله بإذن الله طيب انا حد هنا طبعا وقت حلقتنا للأسف انتهى بشكركم على حسن المتابعة وكان معاكم ومعانا سيادة اللواء أشرف عزيز اسكندر النائم المنتظر لمحافظة الخيوم بشكركم شكرا جزيلا الى اللقاء في الحلقة القادمة